السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الساعات الفضيلة وفي هذا اليوم المبارك في أول جمعة من رمضان حقيقة في هذا اليوم أحببت أن أتكلم عن خاطرة لها علاقة بأشياء هي تتعلق في معاني الصوم طبعا الصوم الله سبحانه وتعالى لما كتب علينا قال لعلكم تتقون يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن الأشياء التي تساعدنا على التقوى أن نكون قريبين من الجانب الروحاني الجانب الروحاني اللي يتعلق بالابتعاد عن الماديات وتغذيتها وأنا تكلمت في الخاطرة السابقة عن شيء من هذا طيب أنا أريد أتكلم بشيء إلى علاقة بالسلوكيات المباشرة نحن السلوكياتنا المباشرة في رمضان صارت مرتبطة برفع مستوى الإنفاق برفع مستوى تعدد الوجبات الولائم الأكل بينما هو شهر يفترض الإقلال من الأشياء المادية والتخفف منها حتى تحرم كثير من المباحات كالطعام والشراب الجماعة كل هذا تحرم في نهار رمضان ليش تحرم في نهار رمضان؟ تحرم في نهار رمضان لحتى النفس تكون أخف للطاعة لحتى النفس تكون أسمى بتخليها عن الماديات عبودية لله عز وجل طيب مع هذا المعنى أريد أن نتقل إلى جانب يتكلمون فيه علماء الإدارة في تنمية المال وإدارة المال وسبحان الله إحنا إذن معنيين في الجانب الإيماني لتحصيل التقوى أن نحرص على هذا المعنى حتى نحقق التقوى مستوى عالي من التقوى ونكون مدربين ومستعدين للتنازل عن الأشياء المادية الضرورية اللي تمد هذا الجسد مقابل سموه الروح تمام؟ ولذلك يعني هذا الشهر فرصة لأن أنت مثلا تعمل على توفير شيء من المال يفترض يفترض لكن أنا أسأل هل قررت هذا في شهر رمضان؟ لو بعض الناس تزيد نفقاتها في شهر رمضان طبعا أنا أتسأل حقيقة لا أريد أن أكون إنسان مثالي لكن أطرح هذه التساؤلات لحتى نتأمل ونحقق معاني الصوم حقيقة ونشوف أثر ونفع هذا الشيء على نجاحنا في حياتنا في الجوانب الأخرى هو هذا اللي أقصده من هذا الباب طيب هل قررت مثلا إنقاص وزنك من خلال اتباع حمية غذائية صحية تتناسب مع شهر رمضان؟ والتركيز على المواد من المنتجات اللي لديها قمة عالية بالتغذية بدل الاكثار من الأكل؟ طبعا أنا عندي تجربة لأستاذ أحب أن أوجهه لأستاذ أحمد العتيفي في هذا المجال أنه تكلم في أحدى الرمضانات أنه يعني ابتعد عن الأشياء الحمضية وركز على تناول القلويات بشكل كبير قال حسيت في فرق وخفه في العبادة وتلذذ بالطاعة عجيب تخيل طيب أنا الآن بعد هذا الكلام كله أريد أسأل سؤال هل هذه الماديات إلها تأثير في حياتنا؟ لدرجة أننا نحكم ونصنف الناس عليه؟ هل أنت من الذين يحكمون على الأشخاص من خلال ما يلبسون؟ أو من خلال ما يقتنون من ساعات أو ما يمتلكون من أجزاء الكترونية أو نوع الموبايل اللي عندهم؟ هل أنت من هؤلاء الناس؟ عنده سيارة ولا ما عنده سيارة؟ شو موديل السيارة اللي عنده وين قاعد؟ هل أنت من هذا النوع؟ إذا أنت من هذا النوع فأنت في مشكلة وهنا رح تقدر تعرف نفسك هل أنت عندك نوع من الإنفاق الواعي؟ طيب سؤال أخير حتى ما أريد أن أطيل في هذه الخاطرة كثيرا لكن هذه أسئلة حقيقة كلها مدار بحث تحتاج إلى نوع من العصف الذهني تحتاج نوع من التأمر خلينا نفكر أنه واحد يجي يقول أنت هذا بخل طيب ما الفرق بين البخيل والمنفق الواعي؟ أنا أقول لكم الأول لا ينفق البخيل لا ينفق على احتياجاته الأساسية ويقصر فيها في واجباته في النفقة رغم القدر رغم وجود القدرة عنده لكن يقصر في هذا وأكو واحد مثل البخيل في مثل هذا اللي يرفض فرص هذا العمل أو يفرض أنه يوسع على نفسه وعلى عياله هذا ويدعي أن هذا نوع من الزهد هذا حقيقة قد يقع في جانب التقصير في النفقة في أداء الواجبات وهذا عندي إن شاء الله موضوع رح نتكلم فيه في مراتب الفقه المالي لأنه تبعت كثير من النصوص الشرعية ووجدت أن مراتب في الفقه المالي تنقسم إلى 6 مراتب إن شاء الله نشرحها في لقاءات أو في كتاب صغير يكون للنشر طيب الأمر الثاني عفوا الشخص الثاني اللي هو المنفق بوعي يعمل بلا هوادة على تقليل النفقات في الأشياء الغير أساسية في المظاهر يعمل بلا هوادة مثل ما كان عبد الرحمن بن عوف وكل الناس الموسيرين في إدارة الأموال كان عندهم هذا لما قال في الأثر اللي ورد عنه قال نجمعه هكذا لما كان يجمع الزيت في قطنة وننفقها هكذا لما العرابي استغرب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة نفقة عبد الرحمن بن عوف وعطاءه حتى يعني خياره بين ما يملك من الفرس وبنفس الوقت كان يجمع الزيت في قطنة إذن هو يعمل بلا هوادة على تخفيض النفقات ويحارب نفسه في هذا غير الأساسية وبنفس الوقت يؤدي بسخاء في مجال النفقات الواجبة والاحتياجات الأساسية هذا المنفق الواعي طيب واحد يسألني طيب شنو هذا في تفكير المال عنده لا نوعين أما هو استثمار دائم بالحسنات والصدقات وهذا أيضا رح يتحصل نوع من البركة في ماله في الدنيا قبل الآخرة أو استثمار في نمو المال في مصالح متعددة شخصية واجتماعية لأنه هو يرى المال قيمته بالاستثمار مو بالإنفاق ولذلك ما يستمتع هو بالإنفاق كثير في الأشياء اللي تكون غير أساسية تمام؟ طيب السؤال الأخير اللي ريدني أن نتكلمه يقول لك أنت يعني بهذا الحالة رح نعيش غير سعيدة هل رح نستعد بهذا المال اللي عندنا أنت قاعدة تقيدنا هالشكل؟ إذا عرفنا احنا ما ندعو إلى البخل في هذه النقطة؟ هلأ أنا من هذا الكلام قاعدة لا وإحنا يرجعنا إلى سؤال هل يجعلنا المال سعدة؟ في الحقيقة هناك دراسة خليني أقرأ لكم إياها هذه الدراسة كتاب المصدر حتى أكون دقيق موجود عندي في المكتبة كيف تكون ثريا أو يعني بعدين أنقلكم لإسم الكتاب يقولوا هناك دراسة اكتشفت أن المال يجعلنا سعداء إذا وصلنا إلى 75 ألف دولار وبعدها تنخفض السعادة هذه الدراسة هكذا تقول لكن الواقع فإن الدراسة التي أجراها دايتون وكيهامان عام 2010 اكتشفت أن العافية العاطفية السعادة أو العافية العاطفية تصل ذرتها عند مبلغ 75 ألف دولار إذا كان دخلك الشيء إلى 75 ألف دولار ولكن إذا وضعت معيار آخر في الاعتبار اللي هو الرضا عن الحياة أنك تكون راضي عن حياتك وأنت ما رح تجد مستوى محدد حتى اللي عندهم نص مليون دخلي بالشهر في منهم ناس ما راضين عن حياتهم طبعا أنا بعد ما قرأت كثير من الدراسات الموجودة في هذا الكتاب وغيره في الواقع اللي يجعلنا سعداء أكثر هو الرضا وليس المال كثرة المال أو الرقم اللي حصلها من الدخل فالثراء يرتبط بالرضا حتى ما نكون حالمين بشرط أن تعرف كيف تستخدم المال لتعيش فالسعادة هي في معرفة كيف تستخدم المال لتعيش أترك الدخل ولهذا يقول ويلينس في صحيفة نيويورك تايمز أن الأشخاص الذين ينفقون المال ليكسبوا وقتا أكثر مثل أن يعحدوا بالمهام لغيرهم غير المرغوب فيها لغيرهم أفادوا أنهم يشعرون بالرضا أكثر عن حياتهم جمالا إذن المال هو اللي يساعدك أنك تعحد المهام إلى غيرك وتعيش مساحة أكبر مع حياتك الاجتماعية مع الناس اللي تحبهم بالطريقة اللي تحبهم بالوقت اللي تحبه هذا اللي يخليك تكون أكثر سعادة تحياتي لكم أتمنى أني قدرت من خلال هذه الخاطرة أن أثير بعض التساؤلات وأجيب عن بعض التساؤلات أيضا وأعطي بعض الآراء اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعون بها وأيضا بانتظار تعليقاتكم حولها شكرا لكم تحياتي لكم أخوكم وحكمكم مالبوسرين